تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عبوات بالتعاون مع صفحة اليوبنتوس حلقة اليوم بعد خروج يوبنتوس أمام بورتو الخروج اللي كان غير متوقع يوم القرعة الخروج اللي بعد الذهاب بدأت له مؤشرات لكن نتيجة كانت جيدة اثنين واحد مش نتيجة سيئة بتظلها فرصتك فيها لكن اليوم كثير أمور يعني غير مفهومة بالنسبة اليوفي اليوفي اللي بيخرج ثالث مرة على التوالي من دور مبكر مع أليقري مع ساري مع بيرلو وكأنه المشكلة ما عادت أبدا بمين عندك المشكلة صارت أقرب وأكثر في أجواء الفريق في هذه المباراة في البداية بحب أقولكم أن أعذروني لو الحلقة شوي فيها أفكار بتططحون أو هون مش منظمة لأنه ببساطة بصور مباشرة بعد المباراة وبتعرفوني بشجع اليوفي والمباراة اليوم موترت حتى والله اللي بشجع فريقة رابزولسبوري التركي فما بالك في اللي بشجع اليوفي في هذا اللقاء خليني أبدأ وأقول في قاعدة ثابتة أنا مؤمن فيها بدور الأبطال دور الأبطال ما بيزبط راهن فيها على شوط وما بيزبط تلعب فيه دائما على الحفة وما بيزبط أيضا أنك تستنى معجزات تصير لوحدها واليوم اليوفي أخطأ هذا الشي في المقابل دور الأبطال بحب الشجعان بحب الناس اللي بيستبسلوا واليوم كل ست شاو قدم أداء شجاع كمدرب قبل لعبيه أداء شجاع أنه رفض بأي لحظة من اللحظات يلعب على جول لما دخل اثنين واحد هاجم وضغط ولا عندما سجل وما رضي طلع من منطقته ورجع حاجم إلا ما صارت اثنين واحد ما رضي أبدا يكون ورا قاعد طلع وضلع وحاول وحيي النتيجة اثنين واحد وهو بعشرة لعبين يخدله الشجاعة في حين اليوفي في الشوط الأول شفنا مرتبك متردد بلا سبب وهذا اليوفي المرتبك المتردد اللي خايف هو الطبيعي اللي ضيع وقت وهو اللي رجع في الأشواط الإضائفية لشيء من حالته النفسية اللي كانت موجودة في الشوط الأول هذا الفريق ذهنيا يعاني للغاية مش اليوم بس وتكلمنا عن شيء بسبه فقدان الذاكرة المفاجئ اللي بصيب الفريق اللي ظهر أمام فيورنتينا واللي ظهر أمام الانتر في الدوري واللي ظهر بوقت طويل مع لابسيو هذا الفريق اللي عم بيوخد وقت كثير تيقرأ المباراة ربما قلة خبرة مدرب ربما ببساطة الأسماء اللي على أرض الملعب مش صح الفريق اللي بوصلت شهر ثلاثة ولحد الآن إحنا مش قادرين نعرف شو تشكيلته الأساسية ومش قادرين نعرف متى بيلعب موراتة ومتى بيلعب كوريس فلسكي وليش بيلعب كيزة وما بيلعبش بعض الأحيان وليش بيلعب رمز يمين وما ريسال من حد الآن مش قادرين نفهم فريق ما عنده لحد الآن أسلوب لشهر ثلاث فريق صعب جدا تتوقع منه يتأهل في دور الأبطال هذا بكل بساطة وهذا بالمختصر اليوبي دخل لقاء اليوم بخطة 442 اللي صرنا شبه متعودين عليها مع بيرلو كالشكل لكن أيضا دخل بستة تبديلات على لقاء الثهاب ثلاثة في خط الدفاع كوادرادو بدل دانييلو ديميرال بدل كيليني وأيضا بنوتشي بدل ديليخت اثنين في خط الوسط أرثر بدل بنتانكور وأيضا أرهر رمزي بدل ماكيني وفي الهجوم موراتة بدل كولاسبسكي في المقابل بورتو دخل بالتشكيل نفسها اللي فازت بالقاء الإذهب 442 أيضا لكن بورتو كان عم يتحول بالحالة الدفاعية لخمسة ثلاثة ثلاثة ورحة جدا بإعادة كورونا يراقب أكثر كيازة وسرعة كيازة بورتو قدر يخلي الشط الأول بلا أي خطور على اليوبي ببساطة بورتو قدم خط دفاعه إلى الأمام وخلى خط وسطه قريب منه قضى على أي مساحة بينهم قضى إمكانية سقوط أي لعب من اليوبي وليوبي ما عنده أي لعب كان قادر يسقط بين الخطوط بشكل ذاكي وكويس لأنه رمزي شوي دائما سقوطه حق جول دائما سقوطه متردد ووقفة رونالدو موراتا مع بعض ما كانت مناسبة لأنك تحاول توقع بين هذه الخطوط بنفس الوقت اليوبي كان عم يقدم خدمة العمر لبورتو لأنه كان كل هدفه يظل يدور هالكرة ويحاول يوصل الكرة للثلث الأخير لوحدها وهذا الشي كان مستحيل مع دفاع منظم مع دفاع زوايا التمرير عنده مغلقة مع دفاع ولا واحد مرتكبها فيه فببساطة اليوبي أصبح مجرد فريق عم ينقي الكرة لعبته مش عم يتحركوا بشكل صحيح ولما كانوا يتحركوا كانت تصير شيء عشوائي أكتر من حركة وبورتو كان مرتاح تماما في الشوط الأول بورتو اللي أيضا اتفوق على اليوبي بشكل واضح في مسألة المهارة الفردية بشوط الأول تقريبا معظم مراوغاته كانت عم تنجح بشكل سليم في حين معظم مراوغات اليوبي كانت عم تنقطع وهذا معناه في كل مراوغة صحيحة لبورتو تنكشف مساحة في دفاع يوبنتوس ومعاناة وعودة للخلف وفي كل مراوغة خاطئة لليوبي معناها انقطع كرة وهجم مرتدة لصالح بورتو شوط أول للنسيان تماما ليوبنتوس الشيء الوحيد ربما اللي فيه كان انه بيّنت انه فيه فكرة هجمية وحيدة اللي هي كرات عرضية من مسافات بعيدة اليوبي شعر انه مش قادر يقرب فبلت شيء حاولي لعب كرات عرضية لكن كانت تنفذ بشكل خاطئ كان كيازة مش بالتمركز الصحيح وكانت تبحث عن رونالدو وموراتا في العمق وهذا الشيء كان شبه مستحيل مع ثلاث قلوب دفاع ممتازين بالهواء وايضا كرات مش دقيقة جدا ودائما تكون ابعد بكثير عن مكان رونالدو وموراتا اليوم كنت اتوقع اشوف اليوبي بشط الأول افضل بكثير من حيث سعود بالكرة خصوصا ان بعض الاسماء اللي بلشت هي اللي حسنت شكل الفريق بلقاء الدهات ولكن اللي حصل عكس ذلك ما زال الفريق بشط الأول خايف متوتر وكثير برجع الكرة لتشزني اللي ما بيعرف يستخدم رجله كميس فدائما كرة عالية بفوس بها بورتو بتروح الاس دائما الكرة الثانية لصالحهم باستثناء هجبت موراتا الواضحة جدا في الشوط الأول الرئيسية وفرصة ثانية كان عند بورتو تقريبا ثلاث فرص زيادة يعني احسن شيء صار في الشوط الأول لليومي انه خسروا بهدف مقابل لا شيء تفوق بالشوط الثالث لبورتو بلا نقاش بعد تفوقه بالشوطين الأول والثاني في لقاء الذهب ممكن البعض يميل انه يميل انه يميل انه ينتقى الديميرال عشان ركلة الجزاء اللي في صارت في الشوط الأول لكن لو عندما حكيناه لو نشوفنا اليوم مثلا تمركز خط الوسط في الشوط الأول كان اقرب للفضيحة لعبين خط الوسط يتمركزوا بدون اي شعور بالنسبة لخط الهجوم وبدون اي نسبية وقف لعب منهم مع مشارف منطقة الجزاء ومعه الكرة ويقدر يمرر على منطقة الجزاء مباشرة ويضرب اليوبي دفاع كان موجود والكرة عم تدخل دائما عنده لانه لا خط وسط ولا خط ديف هجومه قاعدين عم يضغطوا ولا عم يعرفوا يفتكوا الكرة ولأمل الكرة عم تدخل منطقة الجزاء سواء دميرال عمر ركلة الجزاء او لا كان ممكن بأي لحظة لاعب آخر يرتكبها المسألة ما كان تتعلق بفرد ومن أكبر الأخطاء نحمل مسؤولية الخسارة اليوم لأي فرد من الأفراد خسارة اليوم لمنظومة كاملة أولا فنيا وثانيا بهنيا اتغير الحال تماما في الشوط الثاني تماما لسبب بسيط جدا مالهوش علاقة لا بخطة ولا بتكتيك ولا بترتيب ربما للمس التكتيكي اللي كانت أوضح في الشوط الثاني انه أليكساندرو صارت ضمن العمق أكثر فالفريق صار يقدر ينقل الكرة استحواذر أقرب للترث الأخير بشكل واضح أيضا الكرات اللي كنت أحكي عنها البعيدة ما عادت تستهدف موراتا ورونالدو واحدة عم تستهدف على اليمين كوادرادو وعليسار كيازا هذا الشيء من كرة واحدة بلشت راحت للجهة اليسار رونالدو عم بهديها برجح لكيازا عم بسجن الفرق الحقيقي اللي صار اليوم انتوس صار أشجع ما عاد أرثر لما تيجي الكرة ويضغطوا عليه يرجع لتشزني لا صار ينطلق كل لاعب من اليوبي صار تشعر أنه عنده دور مشجعة أكثر ربما الوحيد اللي ما تشجع ما شعرنا أنه عنده هذا الدور هو أرور رمزي الباقيين صار نشوف كرات بالطول أكثر صار نشوف كرات للأمام أكثر الفريق صار يحاول يبادر أكثر حتى أنه بنوتش يحاول يلعب دور دلبيورو بموقفين ثلاث الفريق صار فاهم مش لازم الكرة توصل رجل اللاعب صار فاهم الكرة لازم تروح على المساحة واستخدم سرعتك ضدهم عندك كوالراد وعندك كيزة فرق كثير الموضوع فرق كثير الهدف الأول توتر بورتو انطرد منهم اللاعب مهدي وبعد ذلك كانت الأمور لازم تكون محسومة لصالح اليوبي 100% اللي حصل اليوبي زاد الضغط وفعليا كان ماشي بنفس الاسلوب شجعة وامتلاكرة حتى سجل الهدف الثاني وهون ظهر ما يسمى خلينا أسميه الحال الذهنيتات اليوبي اليوبي بكل مرة هو ما عنده شي يخسره عم يكون أشجع ولما يصير عنده شي يخسره عم يصير خايف ومرتبك ولما صارت اثنين واحد صار عنده شي يخسره واحد واحد كان طالع ما عنده شي يخسره وهذه الحالة حالة فرق ذهنيا مش سليمة بذكرني حتى يعني بمرة كانت موجودة هاي الحالة مع ديب دمويس بعمال يونيتد الفريق يكون هو خسران قوي ولما يكون متقدم تلقى بتردد وبالذبذب هاي حالة مدرب مش قادر يخلي اللاعبين يقدرهم بالمباراة شجعان او عندهم عقلية الانتصار الحقية واذكر جيدا لما ايجا يورغين كلوك في البداية على فربول بعد ما الفريق كان عم يعاني قال المشكلة مش باللعيب بس المشكلة بعقلية الفريق لازم نشتغل هون في العقلية قبل ما نشتغل في كرة القدم وفعليا هذا اليوفي معبير له عنده مشكلة حقية غير عن اي فريق تدربه ساري او أليقري في مسألة الذهنية هذا الفريق كل مكان بايده شيء يصبح مرتبك متوتر قادر يخسره ركز يوفنتوس كثيرا على فارق السرعة بين كيزة ومنافع الجهة اليسرى للهجوم بتاعت اليوفي كانت كل شيء ماشي تمام لكن بعدين صارت تصير اشياء شوي شوي تشعرون الفريق اللي كان شجاع كان المستعد يلتحم وظلوا مسيطر في شط تاني ضلوا مسيطر تماما لكن في شط أطافي الفريق انهار ظهميا بشكل ملموس مرة تانية ربما الخطأ الاوضح اللي بلوم عليه بيرلو اليوم انه هو خاف من الهدف اكثر مما رغب بتسجيل الهدف لما صارت أبقاء اضافية انه خلى مراته هو مش قادر يركض ابدا اي تبديل كان حيكون مقبولي لانه هناك بدل وستلعيبة وانت اللي بسعدك مش نبدل الا اثنين والاثنين التانين دخلوا باخر ثمان دقائق يعني ما يلاحقوا يدخلوا اللقاء فانت كان لازم تعمل شي اخر والاثنين اللي دخلوا بشطه الثاني اضافية دخلوا اثنين يعني ما لحقوا يدخلوا اجواء اللقاء كان لازم انا لو مكانه يعني صراحة طلعت مراته ونزلت حتى في ربوته على اليسار ووديت برناردسك على اليمين وحاولت اعمل هذا التوازن اللي اجت منه الجهة اليوم لها فقد التوازن هو كان محتاجي لعب اضافي وبدأ مكروز فيسكي مع رونالدو موجودين كان لازم الفريق يزيد كمية الحركة لانه هناك هداك الفريق بورتو عم بعوض غياب اللاعب الناقص بكمية حركة اكبر لو انت رفعت حركتك في الملعب على اغلب مكانوا هيقدروا ايجاره خلينا نحكي قلة خبرة بيرولوا عم تظهر في اكتر من موقف من اول ما ايجا هدا الموسم الان السؤال الاصعب هل انت بيكت تستنى عليه موسم اخر ولا لا هل هو مدرب عنده شيء في بعض المواقف عنده شيء في بعض اشكال كرة القدم موجودة لكن بعض الاحيان بتقول الزلم دائما بتذكر انه يدخل المبارنة في شوت ثاني عنده مواقف شجاعة يسحب نوتشي بس المواقف ثانية بتحس انه مش المدرب اللي قادر ياخد القرار في شيء عم بيعملك الفصام شخصية في شيء عم بيقول انه عادي لو بكرا سمعنا دي الاخت قال يا عمي انا شكرا انتو وين جبتوني انا طالع انا بدي اطلع ومعامي نورايولا يعني حيعملك مصايب بالاعلام وطبيعي جدا نسمع وزيد لسمع اخبار الان انه رونالدو قرر الرحيل وانا ما بحكي وانا بشجع اليوفي زي ما حكيت واللي بشجع اليوبي بيعرف انه ما بيقوم الفريق على حد ما بيقوم الفريق على حد ابدا يعني اليوبي بحب يعيش كمجموعة طول حياته ما عنده فكرة النجم الواحد فطبيعي انه اي لعب يطلعها الان بنهاية هذه الحلقة لازم الفت الانتباه انه اليوبي ربما كسب كيازه كياز الشجاع كياز الهداف كياز الحاسم وفي المقابل لازم نشيد 100% مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة بمدافع بورتو بيببي المدافع القائد ولم يأخذ حقه عشان غلطه مع ختابي مدافع رائع ساهم في يورو 2016 وساهم في العاشرة تاعت مدريد مدافع كل ما كان موجود دائما عم بيساهم وعم بيحقق مدافع بعقلية مدرب في ارض الملعب مدافع بيستحق كل الاحترام 100% نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبكتو تر انستجرام وضرور جدا تتابعوني في قناة يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة